أستاذة نعيمة كانت بتسأل قبل الفاصل أن احنا في صورة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إلى نهاية بداية صورة براءة بتقول احنا ما بيبقاش فيها تسمية نعم ما فيش فيها تسمية في بداية هذه الصورة هكذا جاءت بالوحي الشريف يعني ده أمر توقيفي بالتلقي عن النبي عليه الصلاة والسلام أننا لا نستهل الصورة ببسم الله الرحمن الرحيم وده مناسب يعني قد نجد بعض الحكم اللي نبحث فيها أنه كانت الحديث عن المشركين والمنافقين فناسب جدا عدم البدء بالرحمة في هذه الآية لكن تلقاها القراءة هكذا بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأننا لا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع بداية صورة براءة أما بالنسبة للأعراب وأشدوا كفرا ونفاقا حريك بتسألي ده صفة للأعراب عموما لا معنى الأعراب هنا بناء على أوصافهم بأنهم يعني كانوا في شدة وكانوا في غلظة قلبي تكلم عن المجموعة ليس المقصود بالعرب لكن المقصود بها المجموعة دي في وقت نزول الوحي الشريف كانت بعيدة عن مصادر العلم بعيدة عن مصادر المعرفة بعيدة عن مصادر الوحي الشريف فكانوا أشد كفرا ونفاقا مش على قاعدة عم ولكن بتوصف حال هؤلاء اللي نزل ساعتها القرآن الكريم وكانوا هما لسه بعيدين كل البعد عنه لأن بعد كده لما دخل الأعراب إلى الإيمان كحسن إسلامهم وحسن إيمانهم لكن بتوصف حال وهناك سياق للآيات هي واردة فيه يا ست نعمة شكرا